بحكة أيمن زيدان تفرح زملاء النجوم والجمهور الله يديم الأفراح ببيت زيدان بدي يقول له يا رب دائما نشوفك فرحان هو بيعرف أنه أنا بحب شوفه دائما فرحان أنا لما هو بالدايا أنا بالدايا لما بيزعل أنا بيزعل ما بتخيل لي مدى ساعاتي يعني كل الناس تعرف علاقتي بهذه العيلة كتير مبسوطة أنه مبسوطين ومثل شكران نجوم كتير كانوا مبسوطين بحفل زفاف حازم ابن أيمن زيدان ولما بدور ففرحة أيمن بابنه وسعادته بهاليوم كانت واضحة على رأسته وضحكاته وهذا اللي لليوم الجمهور عم يتفاعل معه على أي فيديو بيتم نشره من الزفاف رغم مرور أيام على العرس فاللي كتب ألف مبروك بحب شوف الفنان أيمن زيدان ومثله قالت وفاء فرحت لأنه مبسوط من زمان ما شفنا ضحكته وسعادة الجمهور لفرح أيمن كانت طبيعية فالكل بيعرف أنه هالعرس إجا بعد ما خيم الحزن على عيلة زيدان لمدة سنة ونص بعد وفاة شادي شقيق أيمن غير أنه منشورات أيمن على السوشيال ميديا وحديثه ببعض الأحيان عن الخيبات أو اللحظات الموجعة مثل لما كتب لم تعد أيامنا تشبه ما حلمنا به قاسية تلك اللحظات التي تجعلنا غرباء عما حلمنا به فهذا النوع من المنشورات تعمل انطباع عند الجمهور أنه أيمن بحالة حزن واكتئاب خاصة لما بيكتب عن ابنه الراحل نوار وكان آخرة بذكر وفاته لما ختم بجملة لهيك هالفرحة والضحكة بالزفاف الكل شافوا أنه بيستحقى بعد هالسنين الصعبة فكتبت إحدى المتابعات أخيرا بعض الفرح في حياته بعد سنوات الحزن ومثل كتبت نسرين بيستاهل الأستاذ أيمن بعد كل هالألم والحزن وفراء أحبابه والتعب اللي مر بحياته خاصة أنه أيمن أدخل الضحك والفرح لقلب الجمهور السوري والعربي على مدار سنين طويلة بأدواره وأعماله الكوميدية وحتى بأصعب لحظات حياته لما كان ابنه نوار بيتعالج أعود عنده مثلا ساعتين بعدين روح على الأوردر أعمل كوميديا أولد أرجع لعند ابني ترجمة نانسي قنقر